نظم اللواء الخفيف للأمن بالرباط الأحد حفلا بمناسبة الذكرى 67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية وتميز هذا الحفل الذي ترأسه العميد علي الصادقي قائد اللواء الخفيف للأمن بتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود وتميز الحفل بتنظيم استعراض عسكري شاركت فيه مختلف وحدات وتشكيلات اللواء الخفيف للأمن كما تم بالمناسبة توشيح العديد من الضباط وضباط الصف والجنود بالأوسمة التي أنعم بها عليهم صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وتشكل الذكرى 67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي تبذلها هذه القوات منذ إحداثها بتاريخ الرابع عشر ماي 56 تسعمائة وألف وكذا تفانيها في الذود عن أمن واستقرار الوطن ووحدته الترابية وحماية أرواح المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم تحت قيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر